ما يتعلق بالأسئلة التي طرحت حول فاجعة بقنادل التي ألمت بنا كبلد لم تكن بالحدث السالم حدث مؤلم اليوم السيد رئيس الحكومة جدد كما قلت ترحم على الضحايا من أخواتنا وإخوتنا على دعاء العلي القدير بالصبر لأسرهم وبالشفاء العاجل للأجراء كانت هناك تعليمات ملكية في الحين تنقل كل من وزير الداخلية ووزير جهاز النقل اللوجستيك والماء وفتح تحقيق تحقيق شامل لا يمكن أن أتحدث عن النتائج لأن التحقيق ما زال جاريا هناك الشق المرتبط بالقضاء وهناك أيضا شق المرتبط بما هو تقني وكما قال السيد رئيس الحكومة اليوم هذا التحقيق أولا تحديد الملابسات بدقة ثانيا استخلاص الدروس ولهذا كان ينبح التقني معمق وتالتا تحديد المسؤوليات لثلاث عناصر سيقع الاستماع بشكل واسع لهذا ما أشرت إليه السادة فيما يهم تقرأ المجلسة على الحسابات وأيضا من المرجعيات التي تكون في العملية ديال البحث لأنه بالنسبة إلينا ما يهم هذه القضية هذه ليست فقط قضية المكتب الوطني هي قضية المغاربة وما سقط فيها من ضحايا هذه واحد الأمر اللي نحن معبئين جميعا كما قلت عرفة الملابسات بحث تقني معمق وتحديد المسؤوليات التحقيق عندما يأخذ مصاره القضائي وكما شهدنا في واحد العدد من الفاتم كل العوداء لنجد أن النيابة العامة كانت تعلن عن نتائج المرصبطة بعدد من التحقيقات التي تشرف عليها وهذا الأمر ينحرص كبير على تتبع هذا الموضوع والوصول إلى نتائج محددة ولهذا من السابق اليأواني الاتحادث على أي قرار الأسئلة التي طريحت الآن ينبغي انتظار نتائج ديال البحث والتحقيق وكما قلت رابحت معمق وشامل وهناك جهات متعددة منخريطة فيه لأنه فيه شق قضائي وفيه شق تقني الحديث عن النتائج قبل نهايتها يعني يصعب يصعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر